تعد مدينة حبان التاريخية واحدة من المدن اليمنية العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل يعود إلى فترات ما قبل الميلاد وتزخر المدينة الأشهر في محافظة شبوة بالعديد من الكنوز الأثرية والمعالم التاريخية مدرسة ومكتبة الزهراء الحبانية هي واحدة من أهم معالم المدينة التعليمية والثقافية التي لها دور تاريخي في نشر الثقافة والتنوير في المدينة قديماً وحديثاً لها أكثر من ثمانين عاماً ثم بعد ذلك بقيت فترة من الزمن أمي مت وبقيت مهيورة ثم عاد السيد محمد عبد الله الحوت حفظه الله بنايتها وترميمها عام 1412 وبقيت الآن تقوم بدورها الذي بنيت من أجله شهدت هذه المدرسة منذ أكثر من قرن كما ظلت تستقبل روادها من الطلبة من داخل حبان وخارجها بهدف التزود بتعليم علوم الدين ومبادئ اللغة العربية والحساب وتعد مكتبة المدرسة من أشهر المكتبات في المحافظة حيث تتضمن مراجع تاريخية وترافية والمئات من المخطوطات النادرة والكتب عندنا مدرسة ومكتبة اتدمجت مع بعض المكتبة هذه هي المكتبة الحبانية كانت مكتبة فيها مئات الكتب المخطوطة للعلامة حسين بن محمد إبريق الحباني أوقفها على مدينة الحبان ولكن هذه الكتب ضاع منها الكثير وما بقي حافظنا عليه وجمعناه وحاولنا أن نصونا على الرغم من دورها الريادي الذي تقوم به في المحافظة كدائرة معرفية ومرجعية تنويرية هامة إلا أنها لم تحظى بدعم الجهات المختصة منذ تأسيسها لتظل تقاوم الإهمال والنسيان معا صالح سالم قناة بلقيس شبوة